هذه المعلومات كتير كتير مهمة لأنه منسمع في هذه الأيام أحبائي أنه كل الديانات بتوصل على السماء لكن هذا ليس صحيح مع احترامي وكل الاحترام سأل بلاطوس ما هو الحق وإذا ما عرفنا الحق من كلمة الله من الكتاب المقدس من شخص المسيح ومن خلاص المسيح فكله طبعا تزييف وضلال بالنسبة للكتاب هل الكتاب يتمشى مع الكتاب المقدس وتسلسل أحداث الكتاب المقدس هل الشخصية أو النبي نستطيع أن نقول عنده الخلق مثل يسوع المسيح الكامل وهل عنده أشياء عظيمة عملها أكثر من يسوع حتى نقول أوكي يعني خلينا نتبع الشخص الآخر إذا المسيح كان هو كمال الكمال كمال الإعلان الكامل والنهائي أي لا إعلان بعد هذا الإعلان لأن الكتاب المقدس بكل بساطة بيكشف عن إرادة الله الكامل إلنا والإعلان النهائي الله لا يغير فكره الله ما عندش إشي اسمه ناسخ ومنسوخ إذا نسخت آية بتجيب مثلها أو أفضل منها إحنا الله هو كامل الله لا يغير فكره بعدين ما فينا يعني نقول قدوة حسنة يعني في موضوع الزواج في موضوع النبوة في موضوع المعجزات يعني وكثير يعني ما فيك تشبه شخصيات مثل بعض بعدين تعليم متناقضة الكتاب يتكلم عن لهوت المسيح عن صليب المسيح يتكلم عن حقائق تاريخية موثقة علميا لكن أي معلومات أخرى ممكن تكون متناقضة للكتاب المقدس